كل شيء يرتبط بالقرآن يصبح عظيم جبريل عليه السلام نزل بالقرآن فأصبح سيد الملائكة وسمي بالروح الأمين ومحمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن فأصبح سيد الأولين والآخرين وأفضل المرسلين القرآن نزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت خير الأمم ونزل في رمضان ونزل في رمضان فأصبح سيد الشهور ونزل في ليلة القدر فأصبحت خير الليالي ووالله الذي لا إله إلاه أن القرآن إذا نزل في قلب إنسان أصبح خير الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وإذا نزل القرآن في حياتك وفي يومك أصبح هذا اليوم أفضل يوم وخير أيامك الذي يكون مع القرآن الكريم